بعد خلافات وأزمات استمرت سنوات عديدة يبدو أن قانون النفط والغاز بطريقه إلى التشريع اتفاق سياسي ضمن المنهاج الحكومي على تمريره خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الحكومة الآن الأوان وبعد مضي هذه السنوات ووجود خلافات حقيقية بين الطرفين وحرمان سكان الأقليب من حصد الموازنة الاتحادية لا بد من وضع حلول جدية ونهائية لهذا الملف لذلك وارد في المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة بإسراء بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مسود القانون النفط والغاز الاتحادي وتشريعه خلال ستة أشهر لجنة متخصصة من الحكومة تعد مسودة قانون النفط والغاز لإرساله إلى البرلمان بعد نهاية العطلة التشريعية قانون سينهي أعقد مشكلة بين المركز والإقليم ويؤطر لعلاقة متزنة بين الطرفين هذا القانون مهم جدا ونتمنى أن يقر حسب البنوت وحسب الأطر الدستورية الخاصة بهذا العمل سوف يكون له تأثير إيجابي في نهاية المشاكل إذا أوعد وتم اعتماد على الأطر الدستورية والقانونية في هذا الصدد وتسعى حكومة السوداني وتحالف إدارة الدولة إلى حل جميع الأمور الخلافية قانونيا من خلال البرلمان فضا عن تشكيل لجان مشتركة للوصول إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية